موسيقى الفريق المصري في مفاوضات سد النهضة يعرض مقترح القاهرة لتعامل مع أي مشروعات على المين الأزرق موسيقى تراجع عدد الإصابات والوفيات اليومية بفايروس كورونا في مصر لليوم السادسي على التوالي موسيقى السعودية تعلن البروتوكولات الصحية لموسم الحج ومنها حضر لمس الكعبة موسيقى أخبار سابعة فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة آنين للأخبار أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي وتمويل الدولية والإقليمية واطلع الرئيس السيسي على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العنق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادا للحدود الدولية موسيقى اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتورة رانيا المشوط وزيرة التعاون الدولي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استراد استراتيجية وزارة التعاون الدولي في التعاون مع شركاء ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية والإقليمية بالتوازي مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي وأهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة على نحو يحقق لاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة في مختلف القطاعات كما عرضت الدكتورة رانيا المشط جهود الوزارة في تعبئة التمويلات اللازمة لتلبية الاحتياجات الطبية المطلوبة للتعامل مع جائحة كورونا وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها مع شركاء التنمية وقامت السيدة وزيرة التعاون الدولي كذلك بعرض أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشاركة بين الجانبين والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة وقد اطلع سيد الرئيس على خطة وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا والاتجاهين الشمالية الشرقية والجنوبية وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتداداً للحدود الدولية لمصر وكذلك أحوالي وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل بالتعاون والتنصيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري طيبة واحد عقد الفريق المصري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي اجتماعاً أمس مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إذا أمل وتشغيل سد النهضة الإثيوبية عرض الفريق أهم ملامح المقترح المصري ويتضمن أسلوب التعامل مع أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق اجتماع ثاني عقده الفريق المصري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد الرأية والرأي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إذا أملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وزارة الموارد المائية والرأي حكدت في بيان أن مصر تناولت الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث التي أثبت مصار المفاوضات تباينها بشكل كبير مصر أكدت خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم مصر جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصب إليه شعوب المنطقة كما قام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية كذلك تمت الإشارة إلى المساعي المصرية للتواصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعرف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا بيان وزارة الري قال إنه تم عرض أهم ملامح المقترح المصري الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية وذلك في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولية ذات صلة باستخدام الأنهار المشتركة وقد تقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري سجلت وزارة الصحة أمس الأحد 63 حالة وفاة و2118 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في استمرار للاتجاه النزولي لليوم السادسي على التولي بذلك يرتفع إجمالية الوفيات إلى 3343 حالة وفاة ويرتفع إجمالية الإصابات إلى 75253 حالة منها 20726 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والعلاج ومنذ ثلاثاء الماضي تسجل وزارة الصحة أعدادا أقل المصابين بفايروس كورونا عن اليوم السابق عليه وضعت المملكة العربية السعودية عددا من البروتوكولات الصحية للالتزام بها خلال موسم حج استثنائي فردته إجراءات مواجهة فايروس كورونا وتتضمن تدبير حضر لمس الكعبة وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات موسم حج استثنائي فردته إجراءات مواجهة فايروس كورونا ولضمان الالتزام بتلك الإجراءات وضعت المملكة العربية السعودية عددا من البروتوكولات الصحية للالتزام بها خلال الحج وقررت السلطات السعودية منع دخول المشاعر المقدسة بدون تصريح من يوم الثامن والعشرين منذ القعدة إلى الثاني عشر منذ الحجة بالإضافة إلى إلزام القائمين على مصاري الحج والحجاج وجميع العمال بارتداء الكمامات في جميع الأوقات ومنع مشاركة الأدوات الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي مسافة متر ونصف المتر خلال استخدام المصاعد والسلالم مع تطهير الأسلح ودورات المياه والحقائب ووسائل النقل والعمائر السكنية وفيما يخص الطعام والشراب يتم توفير مياه زمزم بعبوات مخصصة للأفراد وتستخدم لمرة واحدة واقتصار الوجبات على الأغذية المعدة مسبقا والمغلفة بحيث تقدم بشكل فردي لكل حاج على حدة مع الالتزام بتوفير المطهرات في أي مكان مخصص لتقديم الطعام والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء تناول الطعام أما فيما يتعلق بعرفة ومزدلفة فأكدت السلطات السعودية على الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة وعدم الخروج عن المصاري المخصص ومنع تجمعات والاجتماعات وفي رمي الجمراء تشدد البروتوكولات على تزويد الحجاج بحص يتم تحقيمها مسبقا ووضعها أو تغلفوها بأكاس مغلقة من قبل الجهة المنظمة مع جدولة توفيج الحجاج لمنشآت الجمراء بحيث لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمراء في الوقت نفسه خمسين حاجا لكل دور من أدوار منشآت الجمراء وفيما يخص الحرم المكي يتم جدولة توفيج الحجاج إلى صحن الطواف بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل شخص وآخر مع وضع مصارات لضمان مسافات التباعد الجسدية الموصى بها مع منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله وبشان الإبلاغ ومراقبة الأعراض سيتم إنشاء نقطة فحص عند جميع المداخل سواء مداخل السكن أو نقاط تجمع الحافلات أو الحرم المكي كانت أرياض قرارة قصر الحج هذا العام على المقيمين داخل المملكة من جميع الجنسيات وبأعداد محدودة وفق ما أعلنته السلطات السعودية أعلنت الصين اليوم تسجيل أربع إصابات جديدة بفايروس كورونا منها ثلاث إصابات واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة ولا توجد حالات وفاة جديدة كما أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفاشي مرض طعون دملي في منطقة منغوليا داخلية شمالي البلاد بعد نقل رجل مشتبه بإصابته إلى المستشفى وإصدرت لجنة الصحة في مدينة بيانور بمنطقة منغوليا داخلية التحذير من المستوى الثالث وهو ثاني أقل تحذير في نظام يتضمن أربعة مستوات ويحضر هذا التحذير صيد أو أكل الحيوانات التي قد تحمل طعون ويطلب من الناس الإبلاغ عن أي حالات يشتبه بأنها طعون أو ارتفاع في درجات الحرارة دون أسباب واضحة تجاوز عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 11 مليونا ونصف المليون منهم أكثر من 535 ألف حالة وفاة في حين تعافى أكثر من 6 ملايين ونصف المليون شخص وتتصدر الولايات المتحدة حصيلة المصابين بأكثر من مليونين وتسعمائة وسبعين ألف انتليها البرازيل بنحو مليون وخمسمائة وثمانين ألف إصابة أطلق مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات قوية من انتشار الإصابات بفايروس كورونا المستجد قائلين أن تفاشي الوباء يتخطى جهود احتوائه بشكل متسارع ملقين باللوم في درجة التفاشي على إعادة الفتح المبكرة للأنشطة الاقتصادية في ولاية أريزونا الأمريكية احتشد عشرات الأشخاص في مسيرة للاحتجاج على القيود التي تهدف للحد بالانتشار العدوى ورفض معظم المحتجين ارتداء قناعة الوجه أو الانتزام بالتباعد الاجتماعي كما ينصح مسؤول الصحة وتواجد متظاهر حملة حياة السود مهمة في المشهد أيضا وردد المحتجون في كل الحملتين شعارات قوية للتنديد بما تفعله السلطات ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفايروس في 39 ولاية دقت السلطات نقص الخطر مع ظهور نتائج عدد كبير من الحالات إيجابية وزادت نسبة المصابين بالفايروس في أريزونا بنسبة 36% في الأسبوع الماضي وبتت السرة العناية الفائقة ممتلئة عن آخرها ويشعر خبراء في مجال الصحة بالقلق من أن مثل هذه الفعاليات قد تتسبب في قفزة كبيرة بالإصابات ومن ثم ستغمر المستشفيات حسنا فيما يتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات ألغى كثيرون مشاركتهم هنا في أركنسو بمثل هذه الفعاليات لتقليل احتمال إصابتهم بالمرض لكن إذا نظرتم على الصعيد الوطني أعتقد أنه من الجيد لاحتفال بالاستقلال وسط حفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد إن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين وثمانمائة وإحدى واربعين ألفا وتسعمائة وست حالات بعد تسجيل أكثر من اثنتين وخمسين ألف إصابة جديدة بينما زاد عدد الوفيات بمقدار مائتين وإحدى وسبعين وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى مائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وست وسبعين ورفض الرئيس دونالد ترومب ارتداء أي قناع للوجهة مما شجع أمريكيين كثر على فعل الشيء نفسه قائلين إنها حرية شخصية وكان ارتداء أقناعة الوجه اختياريا في احتفال بالرابع من مايو في حفل بشمال أريزونا وفي أول أربعة أيام بشهر يوليو أعلنت خمس عشرة ولاية أمريكية تسجيل حالات إصابة بالمرض سجلت الهند ما يقرب من خمسة وعشرين ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في أكبر زيادة يومية بالفايروس بهذه زيادة أصبحت الهند ثالثة عالميا من حيث إجمالي الإصابات بالفايروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل بما يقرب من خمسة وعشرين ألف إصابة بفايروس كورونا المستجدة خلال أربع وعشرين ساعة فقط ارتفع إجمالي الإصابات بالفايروس في الهند إلى سبعمائة ألف إصابة منها نحو عشرين ألف وفاة وبهذا الرقم القياسي اليومي قفست الهند التي تجاوز عدد سكانها المليار وثلاثمائة مليون نسمة للمرتبة الثالثة عالميا من حيث إجمالي الإصابات متجاوزة بذلك روسيا فيما تسبقها الولايات المتحدة والبرازيل الارتفاع الأخير تزامن مع بدء العاصمة نيوديله علاج المرضى في مركز ديني تم تحويله إلى منشأة عزل واسعة ومستشفى يضم عشرة آلاف سرير هناك حاجة إلى الوعي إذا كان الشعب على وعي أعتقد أننا ينبغي أن نكون قادرين على السيطرة على انتشار الفايروس ويأتي الارتفاع في حالات الإصابة مع أعلان السلطات المحلية في ولاية أجرى شمالي البلاد ابقاء معلم تاج محل الشهير مغلقا أمام الزوار حتى مع منح الحكومة الوطنية إذنا بإعادة فتحه اليوم الاثنين حيث أن الطريح الواقع جنوب نيوديلهي موجود في منطقة ترتفع بها مخاطر العدوى بالفايروس ورفعت السلطات تدابير الإغلاق الصارم المعمول به منذ أواخر مارس سدريجيا مما سمح بعودة معظم الأنشطة مع اطباط الاقتصاد وسط الإغلاق نحن خائفون لكن لا يزال يتعين علينا الخروج من الحجر الإلزامي الجميع في العالم يخشون على حياتهم لكن العمل ضروري أيضا وحدد المجلس الهندي للأبحاث الطبية وهو الجهة المنط بها مكافحة كورونا حدد الخامس عشر من أغسطس المقبل والذي يوافق ذكر استقلال الهند موعدا لتطوير لقاح ضد الفيروس على أن يبدأ تسجيل المشاركين في التجارب السريرية اعتبارا من السابع من يوليو الجاري وتقول الحكومة المركزية إنها تعاملت مع أزمة كورونا في شكل جيد ومناسب لكن معارضيها يقولون إن الهند تجري فحوصا قليلة للغاية ما يجعل النطاق الحقيقي لانتشار الوباء غير معروف يرتفع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على طول ساحل البحر الكاريبي في كولومبيا ويمثل هذا العدد 40% من إجمالية حالات الإصابة المعلنة في البلاد وما يزيد قليلا عن نصف عدد الوفيات أعداد حالات الإصابة والوفاة جراء جائحة كورونا في كولومبيا وتحديدا في مناطقها المطلعة على الكاريبي تتزايد بشكل حاد إذ أصبحت المنطقة بؤرة الجائحة في كولومبيا والأطباء يقولون إن الكثير من حالات الوفاة تسجل ضمن ضحايا كورونا كولومبيا الثالث أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث تعداد السكان سجلت رسميا أكثر من 113 ألف إصابة وأقل قليلا من 4000 وفاة بين مواطنها البالغ عددهم 50 مليون نسمة الأرقام الوردة تبدو ضعيفة مقارنة بعدد من الدول المجاورة فالبرازيل تجاوزت 64.2 حالة وفاة حتى السبت المنطقة المطلعة على ساحل الكاريبي في كولومبيا سجلت وحدها 40% من حالات الإصابة وأكثر من 50% من حالات الوفاة بحسب تحليل للبيانات الحكومية الرئيس الكولومبي فاندوكي أعلن شهر الماضي تكتيف استجابة حكومته للجائحة في المنطقة نظر لكتافة أعداد الإصابة هناك ليس من فرضية محددة عن سبب ارتفاع معدلات الوفاة في المنطقة الساحلية لكن المسؤولين والأطباء يقولون إن تجاهل قواعد التباعد الاجتماعية وظهور أمراض أخرى في المنطقة ربما كان لهما دور في ذلك مقاطعة أتلانتيكو وعاصمتها بارانكيا سجلت ما يزيد على 1300 حالة وفاة وهو ما يزيد عن معدل الوفيات في العاصمة بوكوتا رغم أن أتلانتيكو لا يقتنها سوى ثلث تعداد سكان بوكوتا يقول الأطباء إنه برغم من زيادة عدد أسرة وحدات رعاية المركزة وفرض إجراءات تباعد أكثر صرامة فإن أعداد حالات الوفاة لا تسجل بشكل كامل في بارانكيا البرازيل أصبح الثاني أكبر ضحايا كورونا بعد الولايات المتحدة حيث سجلت 64200 وفاة بين أكثر من 1577 حالة إصابة بينما سجلت أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي ما يزيد على 2876 حالة إصابة ونحو 7000 حالة وفاة أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن اجتماع وزري عربي اليوم لبحث مخطط الضم الإسرائيلية قال عريقات إن الرئيس الفلسطيني محمود عباسي ووصل اتصالاته مع قادة العالم حيث أرسل سبع رسائل شخصية لكل دول العالم تفيد أنه في حالة ضم سيكون في حل من كل الاتفاقيات المواقع مع إسرائيل والولايات المتحدة وأضف أن عباس دعا دول العالم إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وحل قضايا الوضع النهائي بما يضمن إنهاء الاحتلال على حدود عام 67 دمر الجيش الوطني الليبي أليات عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لتركيا بالقرب من مدينة براك الشاطئي جنوبي البلد قرأت أنقرة بتدمير منظومة الدفاع الجوي تركي في قاعدة الوطية في ليبيا بعدما ترددت في إعلان خسائرها الفادحة في ليبيا ها هي أنقرة تقر بتدمير منظومة الدفاع الجوي التركية التي تم تركبها بقاعدة الوطية في ليبيا التي استولى عليها مرتزقة مدعومون من النظام التركي تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية هي أحدث حلقة من الخسائر المتتالية التي تكبدت أنقرة في ليبيا بعدما فقدت قتل ومصابين من جنودها مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب يشف أن أحد القادة المهمين في الجيش التركي كان من بين قتل القصف الجوي لقاعدة الوطية مصدر عسكري تركي أكد تنفيذ تسع دربات جوية دقيقة على منظومة الدفاع الجوية التركية التي تم تركبها في القاعدة في حين أكدت ميليشيات الوفاق أن طيران أجنبيا قسف قاعدة الوطية الواقعة على مسافة 140 كم جنوب غرب طرابلس العاصمة سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي شن أيضا ثلاث غارات جوية استدفت سبع سيارات مسلحة تابعة لميليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في مشروع الدبوات الزراعية الذي يبعد 40 كم غرب منطقة بوراق الشاطئ بالجنوب الليبي أضو شعبة الإعلام الحربي عقيل الصبر أكد إتمام المهام الجوية بدقة عالية وأن الجيش الوطني الليبي يرصد تحركات الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا خاصة في الجنوب الذي يعد أحد أهداف الاحتلال التركية الرئيسية لسيطرة على آبار النفط هجمت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سابق سوزن رايس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهمته بالتقصير في توفير الأمن والسلام لجنود أمريكيين في منطقة حربية أزمة جديدة تكتح أروقة الإدارة الأمريكية وفي توقيت عصيب الرئيس الأمريكي متهم الآن بغض الطرف عن تقاريرات تفيد بأن روسيا عرضت مكافرات على مسلح حركة طالبان الأفغانية لاستهداف الجنود الأمريكيين سوزن رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابق إبان رئاسة بارك أوباما هاجمت تصريحات البيت الأبيض في هذا الصدد رايس تحدثت عن تصريحات روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي ترامب للأمن القومي وكذا تصريحات الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي مكناني التي قال فيها إن معلومات كهذه لا تقدم للرئيس قبل التأكد منها تماما ووجهت رايس رسالة غير مباشرة لفريسترامب تتهم فيها بالتراخي واللا مبالاة إزاء معلومات وتقارير تتعلق بحياة الجنود الأمريكيين في مناطق حربية رسالتي لفلادومير بوتين يمكنك قتل الجنود الأمريكيين دون عقاب هذا كشف استثنائي رئيس الولايات المتحدة أبدأ لا مبالاة واضحة تجاه سلامة وأمن القوات الأمريكية في منطقة حربية مصادر رسمية في الولايات المتحدة وأوروبا أكدت أن الولايات تلقت تقارير حديثة تدعم مزاعمة بأن روسيا شجعت مسلحين تابعين لحركة طالبان على قتل جنود أمريكيين في أفانستان أحد تلك المصادر قال إن وكالات الاستخبارات الأمريكية واثقة من أن روسيا شجعت طالبان على قتل جنود أمريكيين لكن هناك خلافا بين المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي حول ما إذا كانت موسكو قد دفعت مكافآت بالفعل ترومب الجمهوري الذي سعى لبناء علاقات دافئة مع موسكو نفت طلاعه على الأمر قبل أن تتحدث عنه وسائل الإعلام أواخر يونيو الماضي لكن رايس رفضت تلك الفردية وهجمت إدارة ترومب أستمقتنعة بهذه الرواية إنه لم يطلع على الأمر مطلقا أنا أعتقد أنه عندما ظهرت المعلومات للمرة الأولى في العام الماضي توجه مستشار الأمن القومي جون بولتون مباشرة إلى المكتب البيضوي كما كنت سأفعل وأبلغ رئيس بهذه المعلومات أنت لا تنتظر لتتأكد بشكل قافع أنت تبلغ القائد بما يجب أن يعرف عندما يجب أن يعرف والآن هم يزعمون أنه لم يبلغ حسناً إذا كانت هذه الحال فربما تجنب أولئك للمستشارين في عام 2020 إبلاغه لكنني لا أشك أن ذلك كان لأنهم يخافون كان ترومب وصف تلك التقارير بأنها خدعة وقال إنها لم تصل إلى مكتبه لأن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تجمع عليها المسألة هي أن جنودنا في منطقة حرب عرضة للخطر ولدينا معلومات موثقة تشير إلى أن الروس وربما بوتين نفسه يسعى لقتل الجنود الأمريكيين والرئيس يقول إنها خدعة رايس كذبت ترومب بشكل مباشر وأكدت أن المعلومات وصلت إلى الرئيس لأنها واردة في سجل التقارير اليومية التي تقدم له وهذه التقارير على حد وصفها أهم منتج لمجتمع الاستخبارات مشيرة إلى أن الرئيس لم يقرأها أعطت النتائج الرسمية بعد فرز نحو ستين بالمئة من الأصوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي ثمانين وستين مقعدا في البارلمان المؤلف من مئة وواحد وخمسين عضوا قال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي رئيس وزراء كرواتيا إن هذا الفوز يتضمن التزاما بالعمل بجد اليوم هذه النتيجة التي حققها حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي نصر لنا جميعا هذا ليس انتصارا صاحقا فحسب إنه التزام لأننا نواجه تحديات صعبة في المستقبل وهذه مسؤولية ضخمة على عاتقنا سنبذل كل جهدنا وسيمنحنا هذا الفوز القوى اللازم للعمل من أجل كرواتيا من جانبه سلم ديفور بيرناديتش زعيم المعارضة رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي حصل هو وحلفاء الصغار على 43 مقعدا سلم بالهزيمة قائلا إنه قد ينسحب من زعامة المعارضة بالطبع هذه نتيجة غير جيدة لتحالفنا لن أتنصل من المسؤولية ومستعد للانسحاب من زعامة المعارضة سأناقش هذا الأمر مع قادة حزبي لكننا سنواصل العمل من أجل تقدم كرواتيا أخبار سابعة مستمرة وفيها بعد قليل فرقة لموسيقى الروك في مدرسة ابتدائية صينية تحلق بشهرتها في الأفاق ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى المحطة الاقتصادية ونستهل أخبارها من سوق المعدن النفيسة حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا في السوق المصرية وأنها عيار 21 أوسع انتشارا في مصر تعاملاته عند مستوى 795 جنيها للجرام وسجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها وعيار 24 نحو 908 جنيها بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها وصلت أسعار صرف الدولار الثبات أمام الجنيها المصرية في عدد من البنوك العاملة في مصر حيث بلغ سعر الشراء نحو 16 جنيها و5 قروش وبلغ سعر البيع 16 جنيها و15 قرشا وبلغ سعر اليورو 18 جنيها و8 قروش للشراء و18 جنيها و17 قرشا للبيع وبلغ الجنيه الاسترليني 19 جنيها و96 قرشا للشراء و20 جنيها و17 قرشا للبيع أما الريال السعودي فبلغ سعر الشراء 4 جنيهات و19 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع وبلغ سعر الدينار الكويتي 49 جنيها و71 قرشا للشراء و52 جنيه و47 قرشا للبيع انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة بنحو 10.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 600 مليار جنيه في حين بلغ إجمالية تدولات نحو 8.6 مليار جنيه قفز مؤشر السوق الرئاسي جي أكس 30 بنسبة 81 من 100% ليبلغ مستوى 10.959 نقطة أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق المولة زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 107% مقابل العام السابق ومن المخاطة توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2020-2021 خلال العام المالي 2020-2021 اشتهرت مدرسة ابتدائية جنوب غربي الصين وتطايرت أخبارها في أنحاء البلاد بعد أن شكل تلميذها فرقة لموسيقى الروك الغربية في إحدى المدارس الابتدائية بمقاطعة تشونغ شان جنوب غربي الصين أثارت دروس موسيقى الروك التي أشرف عليها اثنان من معلم اللغة الصينية شغف العديد من التلاميذ الذين تابعوها باهتمام كبير وهو ما دفع المدرسين إلى تكوين فرقة موسيقية من تلامذة الفصل للحفاظ على استمرار تعلقهم بالموسيقى كنا نعزف على الجتار في الفصل من حين لآخر وهو ما جذب انتباه الطلاب وأثار فضلهم لذا قررنا تعليم بعضهم وقد أدوا بشكل جيد وتعلموا بصورة سريعة جدا فقررنا تشكيل الفرقة حتى لا يفقد الطلاب اهتمامهم بالموسيقى ونجحت الفرقة في جعل الطلاب يتغلبون على خوفهم من الغناء والعزف أمام زملائهم وتؤكد تلك الطالبة أنها كانت تهجل في البداية من الأداء أمام زملائها ولكنها أصبحت بعد أن اعتادت على العزف على الطبلة قادرة على الحديث والغناء أمام زملائها من دون خوف أو خجل ومن جانبهم أكد عدد من أمهات الطلاب أن التحاق أبنائهم بالفرقة الموسيقية جعلهم أكثر مشاركة لأفراد الأسرة بعد أن كانوا أكثر ميلا للعزلة وعدم الحديث ونجح المدرسان المشرفان على التجربة في التغلب على نقص الأدوات الموسيقية عن طريق تبرعات الأفراد والشركات الصغيرة في المدينة وأصبح لدى الفرقة آلات موسيقية متنوعة ويؤكد جويا وهو جينج أنهما سيواصلان تعليم الموسيقى لباقي تلاميذ المدرسة لأنها تساعدهم في دراستهم وتجعلهم أيضا أكثر استمتاعا بحياتهم أخبارنا مستمرة معكم وفيها بعد قليل الأوركسترا الوطنية السورية تقدم أول عرض مباشر لها على دار الأوبرا في دمشق بعد توقف من قدام شهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم تقص المعتدل على السواحل الشمالية حراتب على الواجه البحري والقاهرة وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا أما ليلا فسيكون معتدلا على القاهرة والواجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على جزيرة كيوشو جنوبي غرب اليابان مع احتمال حدوث فيضنات صباح اليوم في غمرة مخاوف أن يكون نحو أربعين شخصا قد لقوا حتفهم أدت الفيضانات والانهيارات الطينية التي بدأت في مطلع الأسبوع إلى مقتل 21 شخص حتى الآن هناك 18 شخصا آخرين لا يظهرون أي علامات على الحياة واعتبروا في عداد الموتى في انتظار تأكيد رسمي كما فقد 13 شخصا آخرين تسببت هطول أمطار غزيرة في فيضان مياه نهر نانيان جنوبي غرب الصين الأمر الذي أدى لغمر عدد كبير من المنازل بالمياه ومحاصرة بعض سكانه وطلقت السلطات المحلية تقارير بأن سبعة قرويين حصروا في منازلهم جراء الفيضانات واستخدم رجال الإنقاذ قاربا مطاطيا لإنقاذ المحاصرين حيث وصل مستوى ارتفاع المياه إلى ما يقرب من متر واحد بعد تقديم عروض مسجلة على الإنترنت لمدة شهرين بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قدمت الأوركستر الوطنية السورية أول عرض مباشر لها على دار الأوبرا في دمشق لأول مرة منذ عدة أشهر شعور مختلف تماما هذا ما قاله قائد الأوركستر الوطنية السورية قبل السعود على المسرح لقيادة العرض الأول للأوركستر منذ انتشار جائحة وباء كورونا الفرقة قدمت عروضا مسجلة على الإنترنت قبل نحو شهرين بعد إغلاق دار الأوبرا في دمشق في إطار إجراءات عزل عام فرضتها الحكومة السورية للحد من انتشار الفيروس طبعا كثير يختلف العزف أونلاين من العزف أنه نكون جنب بعض أنه نكون مع بعض وبنفس الوقت نعد جنب بعض بالرغم من التباعد الذي نحكي عنه لأنه كمان نعمل إجراءات احترازية بالبروفات وبالمعنى الموسيقيين ونعد بعض شوية عن بعض ونحاول أنه ما يصير فيه اختلاط هذا شيء كثير صعب بالعزف الجماعي واتبعت الفرقة إجراءات وقائية أثناء التدريبات والعرض كما تعين على الموسيقيين الحفاظ على مسافة معينة فيما بينهما أثناء العصف يعني لأنه الجمهور عبيكون نسبة 30% حاليا فنحن عم نحس شوي بهذا الموضوع بس أكيد فيه فرق كتير كبير لما يكون فيه جمهور عم يتابعنا وعبي يحس بكل حركة عم يتساوية بكل صوت عم يتفاعل معه ويقتصر الحضور في دار الأوبرا على 30% فقط من طاقة المكان الاستيعابية بناء على إجراءات التباعد الاجتماعية التي أقرتها الحكومة آخر حفلة حضرناه يمكن أكثر من 6 شهر فأنا كثير متشوي أني أرجع أحضر هذه الحفلات وخاصة أنه يكون فيه موسيقى كلاسيكية وأهلنت سوريا حتى الآن تسجيل 358 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منها 13 حالات وفاة كما خففت البلاد إجراءات العزل العام بعد أن طبقتها لأكثر من شهرين للحد من تفشي الوباء في ختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة هذه عنوين الأخبار الفريق المصري في مفاوضات سد النهضة يعرض مقترح القاهرة لتعامل مع أي مشروعات على النيل الأزرق تراجع عدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في مصر لليوم السادسي على التوالي السعودية تعلن البروتوكولات الصحية لموسم الحق ومنها حضر لمس الكعبة بالمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت مع الضغط بجي إلى اللقاء اشتركوا في القناة